أعلن وزير للصحة اللبنانية فرس الأبيض توثيق 55 اعتداء إسرائيليا على المستشفيات منها 36 اعتداء استهدف المستشفيات بشكل مباشر ما أدى إلى إغلاق ثمانية منها وأوضح البيت الأبيض أن هناك 163 شهيدا و272 جريحا من القطاع الصحي منذ بدء العدوان الإسرائيلية لا فتن إلى أن هناك 11 شهيدا وثمانية مصابين من الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان